اشتركوا في القناة والنواب الأردني الأخ عاطف أطراونة والسيدات والسادة النواب في الوفد المرافق له نرحب بهم في بلدهم الثاني بين أهلهم وأخوتهم ونؤكد على أنهم ليسوا بضيوف على العراق بل هم جزء من هذا الشعب الشعب العراق والشعب الأردني تربطهم علاقات أخوية مشتركة ويربطنا تاريخ وجغرافية مشتركة وأيضا تربطنا علاقات أكبر من علاقات أنه فقط بلدين متجاورين نحن في مصير واحد وفي مركب واحد أهلا وسهلا بك الأخ الرئيس في بلدك الثاني في العراق العراق العروبة العراق الذي كان وما زال وسيبقى حريص على تعاونه المستمر مع أخوانه وأشقائه رغم كل الظروف اللي مرت بالعراق لدينا قضايا مشتركة ولدينا هم مشترك ولدينا مستقبل مشترك أكرر ترحيبي بك وبالوفد المرافق ونتمنى لجنابك أن تقضي وقتا ممتعا في أول زيارة لجنابك إلى العراق فأهلا وسهلا بك وحياك الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الامين وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله معاني الأخ رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمد الحلبوس الأكرم السادة أعضاء مجلس نواب العراق الشقيق الأخوة رؤساء الكتل البرلمانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني اللقاء بكم في عاصمة التاريخ العربي بغداد التي ألهمت الحضارات بوعيها ودقة موازين البناء العابرة لأجيالها التي تناسلت حكمة بمرتبة الفخار ومكانة ولا يسعني في هذا اليوم إلا التعبير عن عظيم الامتنان أمام كريم ضيافتكم وجزيل الفضل على شراكتنا في مسؤولية النقاش حول ملفات تتعلق بأمتنا العربية التي أرهقها حاضرها وما تزال تبحث عن آفاق لتغيير الواقع معالي الرئيس الزميلات والزملاء الأكرم إننا في مجلس النواب الأردني نتطلع لعلاقات تربطنا بمحيطنا العربي علاقات قائمة على الوعي المشترك في فهم طبيعة التحديات التي نواجهها في منطقتنا وهي التحديات التي واجهت الأشقاء في جمهورية العراق لكنهم استطاعوا استثمارها كفرص واستطاعوا من خلالها الشروع ببناء العراق الحديث عراق الديمقراطية والتعددية والاستقرار لقد واجه العراق الشقيق عبر السنوات السابقة حربا ضروسا على قوى التطرف والإرهاب وهي حرب استطاع معها أبناء الشعب العراقي تحجيم قوى الشر وتمكنوا خلالها من تجنيب بلدهم ويلات الغياب الأمني والاستقرار وإذ ندعم جهود الأشقاء في العراق في ميادين الحرب على الإرهاب نتعهد بمواصلة الحرب على قوى التطرف على المستويات كافة عسكري